هيئة الأرصاد الجوية بتتوقع أن النهاردة الجو يكون مائل للبرودة بالليل وفي الصباح الباكر وحيكون معتدل في النهار على شمال البلاد والغاية شمال السعيد وحيكون حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد خلينا نعرف تفاصيل أكتر عن الجو النهاردة من دكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بهية الأرصاد الجوية دكتور محمود صباح الخير على حضرتك صباح الخير على حضرتك وستدامنا وعلى كل السادة المشاهدين تحياتي لحضراتكم أهلا وسهلا فيه اختلاف كبير في درجات الحرارة ما بين العاصمة وبين مختلف المحافظات مبارح كان فيه برق ورعد في اسكندرية ومبارح كان الجو لطيف جدا في القاهرة بالتأكيد يمكن ده بياتي استمرار لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اللي بدأت يوم الجمعة الماضي وأثرت في البداية طبعا على محافظة مطروح بشكل كبير وبدأت الحالة دي تأثر بشكل ملحوظ على بقى محافظات ومدن الساحل الشمالي طبعا مستمر معنا اليوم ويمكن منذ الليلة الماضية بدأت محافظة الأسكندرية تتأثر بأمطار رعضية بشكل كبير زي ما كان متوقع والأمطار دي مستمرة النهاردة على السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري أمطار متوسطة ورعضية على أغلب هذه المناطق وبتقل فرص الأمطار وكمياتها تدريجي كلما ابتعدنا عن السواحل الشمالية واليوم أيضا في فرصة أمطار أقل شدة على محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة كمان القاهرة اليوم عليها فرص أمطار خفيفة يعني ممكن الأمطار اللي هتكون موجودة على جنوب الوجه البحري تمتد في بعض الأحيان لمناطق من القاهرة الكبرى اليوم على فترات متفرقة وبالتأكيد بتكون على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ودعما قلنا ده بيأتي انتداد لحالة عدم الاستقرار اللي أعلن عليها من نهاية الأسبوع الماضي يمكن من بكرة إن شاء الله هتبدأ الأمطار تنحصر بشكل ملحوظ على السواحل الشمالية للجمهورية وبعض محافظات شمال الوجه البحري وهتكون أقل شدة وده هيكون هو بداية انتهاء وتلاشي هذه الحالة الجوية الغير مستخرة إن شاء الله إن شاء الله طيب نستعد إزاي للفترة القادمة محتاجين نعمل صيانات إيه في العربية مثلا هل المساحات محتاجة تتغير نزبط الكويتش نعمل إيه علشان الفترة الجاية نبقى مستعدين للتقلبات الجوية المختلفة إحنا طبعا دلوقتي يعتبر فيه منتصف فصل الخريف بنبدأ نقرب بشكل أكبر من فصل الشتاء كلما الوقت ممر هتبدأ المعدلات الطبيعية لدرجات الحرارة تنخافض بشكل تدريجي سواء خلال ساعات النهار أو خلال ساعات الليل هنبدأ فرص تعرضنا لحالات عدم استقرار هتكون الفرص دي أكتر وهتكون عدد تكرار حالات عدم الاستقرار أو عدد تكرار أيام الأمطار على الصاحر الشمالية هيكون أكبر هنبدأ نلاحظ في بعض الأيام أجواء مشمسة تماما درجات حرارة تعتبر مئلة للحرارة خلال ساعات النهار ونتسجأ طبعا بعد يوم أو اثنين أو حتى خلال ساعات الليل بانخصوات درجات الحرارة بشكل ملحوظ التقلبات الجوية الحادة والسريعة هي السما الأساسية خلال فصل الخريف وده يتطلب مننا المتابعة اليومية للنشرات والتحذيرات الجوية بالنسبة للمواطنين في السواحل الشمالية أو المناطق اللي بتكون معنية بتساقط الأمطار الرعبية أو النصيحة بنوجهها توخي الحذر التام أثناء تساقط الأمطار عدم اعتلاء أسطح المباني أثناء تساقط الأمطار الرعبية ده أمر مهم جدا كمان أثناء تساقط الأمطار أو بعد تساقط الأمطار تجنب ملامسة أعمدة الإمارة الموجودة في الشارع كمان تجنب المرور أسفل المباني المتهلكة وإن شاء الله أو الحمد لله في تنسيق كامل مبين الهيئة العامة للأرصاد الجوية وكل الجهات التنسيزية في كل المحافظات المعنية بالأمطار عشان نقلل المخاطر ويكون في تعامل فوري مع الأمطار لكن بالنسبة للمواطنين بنأكد عليهم طبعا كل التعليمات دي وبنقول إن المتابعة اليومية للنشرات والتحذرات الجوية هي أمر ضروري لكن إن شاء الله على نهاية الأسبوع درجات الحرارة هتعود مرة أخرى للـ 27 درجة بالنسبة للقاهرة الكبرى يعني أجواء هتكون مشمسة بشكل كبير وما بين المعتادلة إلى المئلة للحرارة خلال ساعات المهار وبالنسبة للأخبار في جنوب البلاد الجو حيكون عامل إزاي؟ يعني جنوب البلاد حتى في حالة عدم الاستقرار الحالية هو بعيد عنها تماما أجواء هناك مشمسة أغلب ساعات المهار درجات حرارة بتسجلها في حدود 30 درجة مئوية أجواء مشمسة تماما طبعا كلنا عارفين أجواء الجنوب مصر في فصل الشتاء هي أجواء ممتازة جدا خاصة خلال ساعات المهار فهو مكمل معنا في الاستقرار خاصة إن البلاد كلها تدخل أو هيكون في استقرار مع نهاية الأسبوع الحالي حتى كمان السواحل الشمالية هتشهد استقرار وتتلاشى من عليها فرص الأمطار بنهاية الأسبوع إن شاء الله أكيد كل الشكر لك الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية ودلوقتي خلينا نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في القاهرة وباقي المحافظات نبدأ من القاهرة العظمة فيها 26 والسغرى 18 العاصمة الإدارية 27-17 الإسكندرية 25-16 العالمين الجديدة 24-15 مطروح 24-16 دميات 25-19 بورسعيد 25-19 والإسماعيلية 27-17 السويس العظمة فيها 26 والسغرى 16 العريش 26-15 كاترين 19 والسغرى 7 طابة 24 والسغرى 18 حلايب 27-23 شلاتين 30-22 شرم الشيخ 29-21 والغرداء 30-20 الفيوم العظمة فيها 27 والسغرى 14 بني سويف 27-13 الوادي الجديد 29-12 السيوت 26-13 سهاج 28-15 إنا 29-16 الأقصر 28-16 أما أسوان العظمة فيها 29 والسغرى 17 زي ما قلنا جلوب البلاد الجو فيه مشمس والتقصي فيه مستقر إن شاء الله الفترة الجاية ندخل فيه مرحلة استقرار الجو للفترة القادمة دلوقتي نرجع مشاهدينا للشازلي والجموانة نتابع معهم باقي أخبارنا تفضل شكراً لكم ترجمة نانسي قنقر